تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من معالي السيدة فوزية بيت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب نعم وقد أعربت معالي رئيسة مجلس النواب في البرقية عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بالمشاركة في حفل فتاح دور الإنقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريع الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي يأتي تأكيدا لدعم سموه للجهود المخلصة التي تبذل من أجل رفعة مملكة البحرين وإيمان سموه العميق لترسيخ الديمقراطية متطلعة إلى مزيد من الإنجازات ومد جسور التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أمال وتطلعات المواطنين سائلة الله تعالى أن ينعم على سموه بمفور الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطى وأن يحقق ما يرشوه سموه من تقدم وازدهار للوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا